التخلص من الدهون الحشوية التي هي الدهون المتواجدة في منطقة البطن هي مطلب الجميع وهذا أمر صحي أن الشخص يحاول قدر الإمكان التخلص من هذه المشكلة لأن هذه المشكلة لها علاقة جدا قوية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، اعتلال الدهون داخل الجسم ونساء جاهدين أكثر على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن بأدوات وطرق فعالة مثل تقليل النشويات واتباع الصيام وممارسة التمرين الرياضية ولكن بهذا الفيديو راح نعرف من الأفضل بالتخلص من دهون البطن هل هي ممارسة المشي أو ممارسة الجري؟ المهتمين أكثر بالإجابة السريعة فعادة الجري راح يكون خيار فعال جدا بالتخلص من دهون البطن بس لا تكفل الفيديو لأنه ممكن يكون خيار الجري غير مناسب لك لأنه بهذا الفيديو راح نذكر مقارنة بين الجري والمشي ورح نعرف إيش هو النشاط الرياضي اللي راح يكون مناسب لنا أكثر فعشان كذا نشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل ومن غير ما نطول بهذا الموضوع أكثر فخلينا ندخل للمقارنة بين ممارسة الجري وممارسة المشي وعشان نشرح الموضوع أكثر ونعرفش والنشاط الرياضي المناسب لنا أكثر المشي أو الجري فرح نحتاج إلى الصبورة فممارسة التمرين الهوائية سواء بالمشي أو الجري رح تساعي بشكل كبير على نزول الوزن وعلى حتى المحافظة على الوزن وعلى النتائج اللي جنيناها أثناء مرحلة نزول الوزن ورح تزيد اللياقة ورح تحافظ على صحة القلب والأوية الدموية ورح تساعي بشكل كبير من الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ورح تساعي بشكل كبير على تعزيز مناعة الجسم والالتزام بممارسة التمرين الهوائي رح تساعد بإذن الله على العمر المديد بأمر الله فهذه مقارنة بسيطة جدا بين ممارسة المشي والجري فبالنسبة للمشي فهي عبارة عن شدة منخفضة بعكس ممارسة الجري فالجري تعتبر من التمرين الرياضية ذات الشدة المرتفعة هذا يعني أنه عند تطبيق الجري رح تكون معدل حرق الدهون والتخلص من الدهون المتكدسة داخل الجسم أكثر بكثير من ممارسة المشي قرابة الضعف فإذا كان هدفك الأساسي هو حرق الدهون أكثر فخيار الجري مناسب أكثر من خيار المشي وبالنسبة لتأثير المشي أو الجري على هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر فبالنسبة للمشي فرح يسعي بشكل كبير على تقليل من هرمون الكورتيزول هذا الشيء رح يسعي بشكل كبير على تقليل التوتر المزمن ورح يساعد الأشخاص بالذات اللي عندهم مشاكل في جودة وكمية النوم فممارسة المشي رح يفيدهم بهذا الشيء أما بالنسبة للجري فما رح تخفض من مستويات الكورتيزول والعكس ممكن تؤدي إلى زيادة وارتفاع من هورمون الكورتيزول فإذا كان الشخص يعاني من توتر مزمن فخيار المشي رح يكون مناسب جدا له وبالنسبة لعادة المشي فهي ليست بحاجة إلى الراحة فعادي جدا ممكن تطبيق المشي بشكل يومي بعكس ممارسة الجري فهي بحاجة إلى الراحة وبحاجة أنه يكون هناك أيام خلال الأسبوع نكون فيها في راحة تامة من ممارسة الجري لأن هذا النوع من النشاط الرياضي وهو الجري يحتاج إلى استشفاء للجسم مثل الاستشفاء العصبي والاستشفاء العضلي وحتى الاستشفاء الهورموني فإذا طبقنا عادة الجري وبشكل يومي للأسف هذا الشيء رح يؤدي إلى نتائج سلبية وما رح تسمع للجسم بالاستشفاء وما رح يكون هناك تطور إيجابي هذا غير أنه رح يرفع من هورمون الكورتيزول أكثر وأكثر فبكذا رح تجدها صعوبة بتحقيق الأهداف بالتخلص من الدهون لهذا السبب من المهم جدا عند تطبيق الجري أنه يكون هناك أيام راحة خلال الأسبوع فتطبيق الجري ممكن يكون عبارة عن يومين إلى ثلاثة أيام بالأسبوع كافية جدا والمقارنة الأخيرة المشي رح يكون لطيف على مستوى المفاصل وعلى العظام فعادة المشي رح يكون مناسب أكثر للأشخاص اللي عندهم مشاكل على مستوى المفاصل والعظام لأنه نسبة الإصابة فيها مخفضة جدا فنسبة الإصابة في عادة المشي من 1 إلى 5% هذه نسبة مخفضة جدا بعكس ممارسة الجري فهي شديدة على المفاصل وعلى صحة المفاصل والعظام ونسبة الإصابة فيها عالية جدا قد تصل حتى 70% وهذه نسبة عالية جدا فإذا كان الشخص يعاني من مشاكل على مستوى المفاصل فخيار المشي رح يكون خيار جدا مناسب لهم فخلصت الفيديو استخدم عادة الجري إذا كان هدفك حرق دهون أكثر وإذا كان هدفك توفير الوقت لأنه عند ممارسة الجري بكذا رح يكون هناك حرق دهون أكثر بأقل وقت ممكن وهناك بعض الأشخاص يفضل لهم استبدال عادة الجري بعادة المشي بالذات الأشخاص اللي عندهم ضغوطات عالية ضغوطات مزمنة وعندهم مشاكل بصحة جودة وكمية النوم والأشخاص اللي يعانوا مشاكل على مستوى المفاصل فرح يكون عادة المشي خيار جدا مناسب لهم ولازم نعرف أن ممارسة التمرين الهوائية سواء ممارسة الجري أو المشي ما رح يكون التمرين المفضل إذا كان أهداف الشخص زيادة الكتلة العضلية لأنه ذكرنا أكثر من مرة عن أهمية الكتلة العضلية والحفاظ عليها مثل المحافظة على عمليات الأيض والمحافظة على تنظيم مستوى سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي واحد ساعدنا أيضا زيادة الكتلة العضلية والحفاظ عليها على تناول سعرات حرارية أكثر حتى ممكن تناول مغذيات مثل النشويات إذا كنا قادرين على الحفاظ على الكتلة العضلية فمن أفضل الأنشطة الرياضية التي تحقق أهدافنا بزيادة الكتلة العضلية هي تمارين المقاومة سواء كانت بالأوزان أو حتى على وزن الجسم فلأقصى استفادة بحرق دهون أكثر والمحافظة على الكتلة العضلية يفضل أنك تدمج بين التمارين الهوائية مثل الجري أو المشي مع التمارين اللاهوائية مثل التمارين المقاومة فمثلا خلال الأسبوع التي هي سبع أيام يكون هناك يومين أو ثلاثة أيام بالأسبوع تمارس فيها تمارين المقاومة متفرقة ويكون هناك أيضا يومين إلى ثلاثة أيام بالأسبوع متفرقة تمارس فيها التمارين الهوائية مثل الجري السريع فمع هذه الطريقة الفعالة ستساعد بإذن الله على تحفيز الجسم بحرق دهون أكثر مع المحافظة على الكتلة العضلية بقدر الإمكان والنتيجة رح تكون جدا إيجابية رح تحسن من شكل الجسم ورح تكون وقاية من الإصابة بمشكلة مقاومة الإنسلين وتنظيم مستويات سكر الدم والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بالموضوع التي تهم خسارة الدهون والسرجاع الصحة ويأتيكم الفافية